بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نواصل في هذه الحصة المحاضرة الثالثة من الدرس الثاني اللي عنوانه Internal Uncompressible Viscous Flow من مقرر ميكانيكا المواقع الثاني بداية أود أذكركم بما درسناه في الحصة الماضية وهو استعراض لنفير سوكس equation for Uncompressible Flow of Newton يعني Age Constant Viscosity Perid Derive it for from conservation of momentum we have derivation of u at dt to say this term plus second term plus third term plus fourth term فالترم اللي علي صار فهو يعطيني change in velocity with time or acceleration to say we advection plus diffusion plus pressure plus body force زي ما قلنا كل ما هو external force أيضا هنا المعادلتين اللي راح نستعملوهم بهذا الدرس اللي هي continuity equation واللي قلنا شفناها في ميكانيكا المواقع واحد وتكتب بهذه الطريقة divergence of u to say 0 والمعادلة الثانية هي نابير سوكس equation اللي هي زي ما شفناها الحين أو عرضناها بش نحاول إن المعادلة هذه الثانية إيش نسوي لها؟ نحاول إني نضربها الكل في رو راح تصبح عندي هنا رو تحذف من هنا رو وعندي هنا نو اللي هي إيش تساوي مو على رو فإذا ضربت في رو تصبح لي إيش؟ تحذف رو من تحت تقعد لي هنا نو أو تصبح هنا عندي مو ورح نجيب الترم هذا على اليسار بالنسبة للمعادلة فرح نعيد راح نضرب الترم هذا الكل في رو نو راح تصبح لي مو والترم هنا اللي أول على اليمين راح نحطه هنا ويصبح إيش بالفلس فلو عرفت المعادلتين معادلة continuity عن نابير سوكس equation في الكارتزيان كوردينايتس بنسبة للمعادلة الأولى تكتب على هذه الطريقة زي ما شفناها في المحاضرة الأولى يعني derivation of u عدي x plus derivation of b عدي y plus derivation of w عدي z بالنسبة للمعادلة عندي إيش three components بما عني نستغل في الكارتزيان كوردينايتس عندي x component y component and z component زي ما كنا الحين إيش إني ضربت في رو وضربت أيضا هنا في رو في جميع الترم ضربنا في رو فظهر هنا الترم of ro هنا أصبحت لي مو والترم of ro في الpressure راح فهنا اللاحظ إيش اللاحظ ثلاثة معادلات يعتبروا نوعا ما طويلين فكيف نحاول إني نعرفهم الترم الأول قلنا هو الترم حق acceleration الترم الثاني advection diffusion and external force وهنا حقة pressure لو وقيت الركز على ثلاثة معادلات هادهم راح ألاحظ في تسابه كبير التسابه إيش هنا عندي u u u u معادلة الثانية عندي v v المعادلة الثالثة w فهذا الثلاثة معادلات يتشابهوا في النقطة هاد بعدين عندي هنا derivation بماني نستغل على x component x هنا y هنا z هنا نستغل على x component فإيضا هنا عندي u u زي ما قلنا الحين هنا v هنا w أخيرا x y z ولو ركزنا بعض الشي فقط يكفيني نركز على المعادلة الأولى أو نستعمل يعني mathematical operator اللي شفناهم في أول حصة في هذا الشابتر عشان نستخرج المعادلات الثلاثة في الإكارتزين coordinates بالنسبة لsteady and compressible flow of newton fluid in an infinite canal with stationary plates we have here two ways وإلا عندي شيئين عندي إما تكون عندي fixed plate fixed plate يعني يتدفق المعادلات ما بين fixed plate fixed plate أو يكون تدفق المعادلات في الأسفل fixed plate والثانية moving plate فإذا كانت اسمها fixed plate fixed plate فهذا يعني لي يسمى هذا fully developed plane wasery flow wasery يعني إيش يعني مباشرة إنه هذا وهذا fixed plates هنا نستغل على cartesine coordinates بـ x مع اتجاه الصرايان و y عمودية على الصرايان إذا كانت عندي fixed plate and moving plate أو الاثنين moving plate تسمى A تسمى quit flow أو fully developed plane quit flow فمثلا لو سئلت أو ذكرت إنه quasi flow ما يعني لي إني نكتب هنا إنه two plates اللي يسري بينهم المأع ثابتين و quit flow يعني إنه وحدة ثابتة وحدة متحركة أو الاثنين متحركين أخيرا فقط أود تذكيركم بالمعادلتين اللي استعملناهم اللي هما continuity equation and navier stocks equation هنا نكون خلصت المحاضرة الثالثة إن شاء الله الحصة القادمة رح نشوف المعادلتين اللي شفناهم الحين لكن رح نشوفهم بسيلندركل coordinates السلام عليكم ورحمة الله